بسم الله الرحمن الرحيم وبعد منافسات جيدة في كأس العالم مالي الأندية خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد لسه المشوار طويل ولسه قدامنا خمس مباريات خلال الفترة اللي جاية ولكن هذه المباراة تحديدا فيها دروس مستفادة من جميع الجوانب فنيا وإداريا وجماهريا وفي كل النواحي المتعلقة بخصوص هذه المباراة وبالتأكيد لسه عندنا خمس مباريات بخمستاشر نقطة منهم ثلاث مباريات على أرضنا وعندنا كمال مباراتين الفترة اللي جاية متتاليتين على أرضنا مبارات سانباونز يوم 25 فبراير السبت اللي جاي والسبت اللي بعدها اللعب مبارات القطن الكاميروني أيضا في القاهرة اللقاء المؤجل من الجولة الأولى فعندنا ست نقاط في القاهرة في مباراتين متتاليتين في مصر وبالتالي ترتيب المبارات الفترة اللي جاية ممكن يعيدك بشكل كويس جدا في ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة في انتظار نادي الهلال السوداني إن شاء الله في الجولة السادسة والأخيرة هنا في القاهرة في الأول من شهر إبريل وطبعا الجولة الأخيرة لم يتحدد موعدها بشكل رسم انتظارة لنتائج الجولات الخامسة القادمة في حين أن الجولة الأخيرة ممكن تتلاها في توقيت واحد لو لسه الأمور متشابكة في المجموعة ولكن الأهل القادر إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يتخطى ما حدث في مباراة الهلال السوداني حالة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل كتيرة هنتكلم عن الجانب الإفريقي وما حدث بالتأكيد في مباراة الهلال وهنتكلم كمان عن مباراة أسوان والأهلي والتعينات الخاصة بالحكام ومين حكام مباراة أسوان والأهلي وما يدور في الكواليس داخل لجنة الحكام وما يدور في الكواليس داخل الاتحاد الإفريقي خلال الفترة اللي جاية نتيجة الأحداث اللي شهدتها المباريات الإفريقية في الفترة الأخيرة وكمان الاتحاد الافريقي اعتقد على فكرة ليه بيدي مساحة للفرق انها تلعب فيها مكان اخرى عشان يحضر جمهور وليه قافل بعض الملاعب في الفترة الاخيرة حالة مهمة جدا لانها هتكلم في كواليس مهمة واعتقد يعني قدر ان كان بنحاول نتكلم في موضوعات يعني وفيها معلومات ما بتسمعاش في اي قناة تانية الا من خلال شاشة قناة الاهلي وقدر ان كان بنحاول نقوم بدورنا لصالح جماهير النادي الاهلي وجماهير القرى المصرية بشكل عام لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز الجمهور الاهلاوي اللي موجود في كل مكان وبيتابعنا من خلال شاشة قناة النادي الاهلي وجه رسالة للعيب الاهلي والجهاز الفني قبل العودة لاستئناف بطولة الدور العام شاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقر اخير استعرض اكبر قدر من رسائل حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الاهلي الفريق يبدأ الاستعداد لأصوان في الدوري وكمان بملكة سيمة الاسفيوبي حكم لمباراة الاهلي وساندونز السبت المقبل واخيرا اصابة قوية لنيمار في الدوري الفرنسي طيب نروح لجولة مباراة اليوم النهاردة عندنا زحمة شوية في الأجندة المباراة ما بين إفريقية ومحلية ودوريات أوروبية نبدأ بافتتاح مباراة كاس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة اللي بتنظم في مصر في الفترة من 19 فبراير إلى 11 مارس والشروط الأول انتهى منذ قليل بالتعادل السلبي ما بين مصر ومزنبيق 00 ساعة 9 في إطار نفس مباراة المجموعة الأولى السنغال تستضيف نيجيريا طيب نروح لمباراة الدوري المصري وفي هذه الأثناء انطلقت مباراة الجولة 19 والبنك الأهلي بيستضيف سموح نروح لمباراة الدوري الإنجليزي ومنذ قليل انتهت أو انتهى الشوت الأول بتقدم منشستر يونيتد على ليستر سيتي بهدف مقابل لشيء والساعة 6 ونص من مساء اليوم توتونهام هوتسبير بيستضيف وستهام يونيتد نروح لمباراة الدوري الأسباني منذ قليل أيضا انتهى الشوت الأول بتقدم إسباني والخارج أرضه على إليتشي بهدف مقابل لشيء والساعة 5 وربا رايو فاليكانو بيستضيف في إشبلية الساعة 7 ونص أتليتكو مدريد بيستضيف في أتليتكو بيلباو والساعة 10 من مساء اليوم برشلونة بيستضيف في قادش دي جولة النهاردة في المباراة المحلية والإفريقية والدوري الإنجليزي والدوري الأسباني نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا موضوعين مهمين جدا عن الفترة اللي جاية محل وإفريقي وماذا يحدث خلال الفترة اللي جاية ومن سيواجه الأهل خلال الفترة اللي جاية سواء حكام مباريات قرارات متعلقة بالبطلات الإفريقية كل ده ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب الحديث عن مباراة الهلال السوداني والأهلي يمكن الأهلي خسر سلاس نقاط وخسر بنتيجة تهدف مقابل لشيء والبداية يعني تقدر تقوله تقرار لما حدث في آخر سنتين حتى بعد العودة من كاس العلم للأندية في أبوظابي أو حتى قبلها لما رجعنا من الدوحة مش عارف الكرف دايما بينزل بعد العودة من منديال الأندية وأتمنى أن المرة دي الموضوع ما يطولش يعني الأمر يكون متوقف بس على إيه على أحداث وظروف مباراة الهلال السوداني عندك مباراة أسوان الواحد لما بيكون خسران مباراة واللا متعادل بيبقى مستني مطش بسرعة عشان يقدر يعوض اللي حصل في المباراة اللي خسر عندك مباراة أسوان بنفس الأجواء والظروف اللي شفناها في السودان مطش الساعة ثلاثة العصر أيضا في أجواء قريبة جدا من أجواء السودان فنتمنى يا رب إن شاء الله اللعيبة قدر الإمكان تأدي وتظهر بشكل كويس على فكرة الكرة مكسب وخسارة ممكن تخسر بس تأدي مباراة كبيرة لكن مباراة الهلال بصراحة هي مباراة للنسيان لم يظهر فيها الأهلي بشكل جيد في جميع النواحي فنيا وبدنيا وخططيا وفي كل الجوانب ولكن نتمنى يعني ما تبقاش تقرار للسنوات السابقة ويبقى فيه نتائج متزبزبة في دور المجموعات يمكن آخر سنتين آه الأهلي الحمد لله بيوصل للأدوار النهاية لكن دور المجموعات بتبقى النتائج فيه مش ولابد نتمنى السنة دي الأمر يختلف لإن ما تضمنش المنافسة السنة دي ممكن تبقى ماشية زي مع القطن أو مع الهلال أو مع سانداونز وعندك مباراةين وقلت في بداية الحلقة الماشي اللي جاي مع سانداونز في القاهرة بعدين مباراة القطن الكاميروني في القاهرة ففرصة إنك تستعيد بسرعة ترتيبك في المجموعة وتبقى عندك ست نقاط قبل ما تسافر إلى جنوب إفريقيا لأن من النقاط اللي قد تكون سلبية معاك وإنت بتلعب المباراة الإفريقية عندك مباريات محلية في النص يعني الأهلي لعب يوم إلا السبت عنده مباراة يوم الثلاثة في أسوان بعد كده عنده مباراة يوم السبت مع سانداونز المنافس لعب يوم الجمعة في ليبيا وعنده مباراة لسه يوم السبت الجاي في تونس اتأجلت له مباراة سيراميكا كليوباترا في وسط الأسبوع مش عارف ليه يعني الأستاذ عامر حسين وبيحط الجدول كده هو حطت معايير وقاي المعايير إيه هي المعايير؟ لو عندك مباراة برا ترجع تلعب إمتى؟ ولو عندك مباراة على أرضك تلعب إمتى قبل ما تسافر؟ طب انت عندك من الجمعة للسبت فيه 8 أيام المنافس يتأجل له مباراة في نص الأسبوع ليه؟ والأهل عنده مباراة مع أسوان هنرجع تاني الفكرة أنك بتعاقب الأهل أنه راح كسع عالم أندية أنا بصراحة بأمانة مش شايف مبرر أبداً لأي مسؤول سواء في الربطة أو الاتحاد يبقى دايما حاطة الأهل دحت ضغط في مباراة محلية نتيجة أنه انت مش قادر تنظم جدول أو تعدل على أندية الدوري فتيجع على بطل إفريقيا وتيجع على فريلي بيمثل مصر في الأحداث الدولية وتحطوا له مباراة في وسط الأسبوع يعني المنافس كان عنده مباراة يوم الجمعة في ليبيا وعنده مباراة يوم السبت الجاي لسه في تونس ورحلة الصفر من مصر إلى تونس ثلاث ساعات على فكرة مش رحلة شقة يعني ورحلة الصفر من ليبيا إلى مصر بتاخدش ساعتين مش رحلة شقة ومع ذلك 8 أيام أجازة عشان يستعد المباراة الترجل وتتأجل مباراة السيراميق الآلي يرجع من السودان على أسوان يلعب مباراة أسوان هتقول لي فرق ثلاث مباراة تفادي أنه مشكلتك مش مشكلتي أنا أنت اللي عندك عدد هناك الدوري 18 أنت مش عايز تعدل شكل الدوري بقى لك أكثر من 3-4 سنين لكن كل اللي تقدر عليه تيجع على الآلي وتتغطه وتعمله مطشط فيها ضغط كبير جدا ومحدش واخد باله أن المنافس اللي معايا في أفريقيا وفي دور الأبطال متأجل مباراة في نص الأسبوع ليه؟ محدش يعرف الأسباب ومع ذلك وعنده مباراة مستبت مع الزمالك في دورة أبطال إفريقيا يعني حتى المنافس عنده مباراة في وسط الأسبوع ما علينا ولكن مباراة الأهل والهلال أكيد كانت فيها أخطاء كتيرة مهم جدا نركز في الفترة اللي جاية لأنه لازم نوصل رسالة للجميع لعيبة وجاس فني أنتوا السنة دي محققتوش لسه أي حاجة يعني الدوري لسه المشوار طويل ولسه متحققش الكاس نفس الأمر دورة أبطال إفريقيا أنت لسه في بداية المسابقة فأنت لسه محققتش حاجة حتى كاس عالم الأندية أنت راجع مركز رابع مش محقق مثلا الميدالية البرونزية فرسلت للعيبة يا جماعة أنتوا لسه محققتوش حاجة مش معلن أنت ظهرت بشكل كويس في البطولة كاس العالم ولعبت مباريات فنيا على مستوى عالي إنك ترجع بقى واخد فكرة إن الناس واخدا طبعا إن أنا لعبت كويس فممكن أريح مباراة أو أريح مبارتين الأمر ده مش هيبقى مقبول عنده الجمهور فمهم جدا اللي أنت تركز وترجع من تاني مركز في الفترة اللي جاء لأن البطولة الإفريقية السنة دي ما فيهاش زار الفريق اللي هيفقد نقاط أكتر من كده ممكن بسهولة جدا يجد نفسه خارج دوري أبطال إفريقيا فأتمنى تكون النتيجة دي حذر كبير جدا للفريق واللاعبين خلال الفترة اللي جاي طيب نقطة تانية مهمة جدا بخصوص مباراة الأهل والهلال السوداني أنا مش هتكلم على الفريق المنافس ومش هتكلم على الهلال لأنه أكيد فيه مرائب وفيه منصق وفيه اتحاد إفريقي وفيه لجان بتتابع المباراة الأفريقية وبتشوف الأحداث وعيب عليها قرارات ولما يبقى فيه أحداث أو لما يبقى فيه قرار أو يبقى فيه اجتماعات أنا أتكلم عليها إذا كان فيه أخبار متعلقة بهذا الشأن ولكن الناس لازم تعرف ليه الأهلي لما بيجي يلعب مباراة على المستوى الدولة على المستوى الإفريقي ليه الإعلام الرياضي في مصر بيدم ساحة للمنافس إنه عنده لو عنده قضية ليه يترحف الإعلام الرياضي في مصر حتى لو قضية من الهوى يعني مش هتكلم على إنها قضية عادلة لا هي مش قضية عادلة يعني قبل كده مثلا نادي الرجاء الرياضي المغربي كان بيتكلم على المشاركة في كأس العالم الأندية والقرار تم اتخاذه والأهلي موجود واللايحة تم اعتمادها وما فيش قضية ومع ذلك بنسبح بمدخلة لرئيس نادي الرجاء في الإعلام الرياضي في مصر فبالتالي نخلق قضية أنا بقول نخلق قضية لأن ما كانش في قضية تيجي على موضوع نادي الهلال السوداني قرار تم اتخاذه من 25 يناير والمباراة يوم 18 فبراير يعني مرة عليها أكتر من 3 أسابيع فكرة أنك مش عندك المعلومة أو مش متابعة مش زنب النادي الأهلي ولا زنب العبت الأهلي ولا الجهاز الفني للأهلي ولا إدارة النادي الأهلي أن هي كل ما تسافر مباراة إفريقيا في الخارج تواجه الضغوطات اللي بيسببها بعض البرامج الرياضية في مصر الناس ما تزعلش منها أنا هتكلم بكل أمانة وبكل صراحة فكرة أن تفتقد للمعلومة وما عندكش معلومة فتروح للنادي المضيف أو النادي اللي بيصديف الأهلي وتخلق له قضية وتطرح له قضية من لاشيء ده هنا أنت بتفتقد للمعايير المهنية ألف به الناس ما تزعلش مني أنا هتكلم بكل أمانة يعني في أزمة نادي الرجاء كانت المداخلة غلط وقدت هتعمل أزمة من لاشيء والموضوع انتهى في أزمة نادي الهلال السوداني نفس الموضوع القرار المتتخد من 25 يناير ومع ذلك محدش يعرف حاجة ومحدش بيسأل وبدل ما تجيب مسؤول من الهلال يطلع يقول كلام ملوش أي لازمة تجيب مسؤول من الانتحاد الإفريقي يشرح لك ويشرح للنادي المنافس لا بتقدم ساحة للمنافس اللي مع الأهلي يطرح قضيته وهي قضية باللاشيء حد سأل للمريخ لعب في ليبيا لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال حد سأل للترجي هيلعب الزمالك بأقل من نصف ساعة الاستد لا محدش سأل هتماسؤول من النادي الهلال حد سأل ليه شاببت القبائل وشاببه الازداد سابوا الملاعب بتاعاتهم ورحيل العبوا في العاصمة لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال حد سأل للأندي الكنغولية سابت الكنغول زمقراطية وبتلعفوا برازافيل لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال إيه اللي بيقدموا الإعلام الرياضي في مصر في مواجهة الآل في البطولات الدولية والقرية الفكرة الهدف المعيار يعني معيار الوطنية عند الناس وصل لأي مرحلة أنت لو فتحت موقع الاتحاد الإفريقي سألت مسؤول في الاتحاد الإفريقي هيقول لك بعتنا اخطاف 12 لكل الاتحادات وكل الأندية نزلت لجنة تفتيش على كل الملاعب في ملاعب تم استبعادها في ملاعب تم تقليل حصة الحضور الجماهيري لأقل من نصف الساعة وفي ملاعب تم منع الجمهور فيها وفي أندي هتلعب بره ملاعبها وفي دول تانية وفي أندي هتقطع مسافة أكتر من 600 كيلو عشان تلعب في العاصمة عشان تحضر جمهور سبت كل ده وروحت المسؤول في نادي الهيل بيقول تصرحات ما لهاش أي لازمة عشان تخلق قضية وبعد ما خلقت القضية شفنا الأحداث اللي حصلت مبارح شفنا الأحداث اللي حصلت مبارح مين المسؤول عنها؟ يعني مين اللي مسؤول عن الأحداث دي إلا متى سيدفع النادي الأهلي ضريبة دخول البرامج الرادية في مصر في نقاط خاطئة وتعامل بشكل سلبي مع قضايا النادي الأهلي بهذا الشكل محد اشترح كل اللي أنا قلته المريخ عشان يلعب بجمهور راح ليبيا الأندقاء الجزائرية عشان يحضر له جمهور بالشكل اللي شفتون بارح ده راحت العاصمة الترجع يلعب الزمالكي ومس سبت الجاي بعشرين ألف متفارج رغم النساعة الملعب ستين ألف ليه محد السأل الأسئلة ديت ما تجيبه مسؤولين في الكافة هيشرحولك والله بدل ما انت كل شوية تخلق قضية لنادي منافسة لما عن نادي الأهلي وبتدينه حقه هو مش من حقه لحاجة بسيطة بس انت ما عندكش معلومة فأسهل حاجة هات مسؤول من الهلال طيب ما تجيب مسؤول من الاتحاد الإفريقي وليه تطرح القضية من الأساس يا سيدي عايز تطرح القضية ما تقول اللي أنا قلته ده ما عندك ما يقرب من حوالي سبع تمن أندية بتواجه نفس اللي بيواجه نادي الهلال السوداني وإحنا على مدار الإسبوع اللي فات ما أصحنا قنافة قوية هنفضل نتكلم نتكلم أقولك أنت بتدافع عن النادي الأهلي والأهلي مش طرف فالمفروض الإعلام المحايد هو اللي يقوم بالدور ده الإعلام الرياضي المصري هو اللي يقوم بالدور ده مش احنا اللي نقوم بيه ما إحنا لو قمنا بيه أقولك أنت بتدافع عن الأهلي بس إحنا ما بندفعش على الأهلي اللي الأهلي مش طرف بس إنت دورك لما تلاقي نادي منافس بيدخل الأهلي طرف تطلع تدافع عن الأهلي لا ما دفعتش عن الأهلي ده أنت جبت المنافس يخلى لنفسه قضية رغم أنه ما لوش حق في أي قضية ده هو أكتر شخص أو أكتر مؤسسة أثرت في حق نفسها وفي حق جماهيرها إن هي بتلعب للعام التاني على التولي لعدم تطابق المعايير في الملعب ومع ذلك لا هات الأطراف كلها تتكلم على قضية الأهلي ما جبتش لحد من المريخ يتكلم ووروح لعب في ليبيا ليه ليه عندك الترجي يوم السادت الجاة يلعب بنصف ساعة الاستاد أو أقل بنصف الساعة لأن الملعب غير مطابق للنواحي الأمنية في عدم وجود كراسي في الغيه الشمالية الخاصة بالتالتة شمال أو التالتة الميل لجمارية الترجي ليه ما جبتش تليفون بقى من الترجي ويطرح يتكلم في قضيته وإن الكاف بيعاند مع الترجي وإن الكاف بيعاند مع العنداء الجزائرية وإن الكاف بيعاند مع فيتاكلاب الكنغولي لا شخص الأضافي الأهلي يا جماعة اللي بيحصل كل سنة ده مش طبيعي مش طبيعي المسألة تخطط فكرة المهنية أنت تستسهل ده مش تستسهل أنت كده بتسبب أزمات رياضية للأهلي في كل المنافسات والأهلي أصلا مش طرف يا إما الناس تتعامل بمهنية يا إما الناس مش عارفة تجيب معلومة ما تتكلمش إحنا ممكن نتطوع ونطلع نقول معلومات بس إحنا مش الأهلي مش طرف ما هو كل مرة هنطلع نقول الأهلي في موضوع الرجاء والبطولة الإفريقية وحكم الفار والمخري ماتش الرجاء والأهلي ويلعبوا أصلي كاس على ماندية وإحنا مش طرف دورة أطال إفريقيا الهلال والأهلي وإحنا مش طرف ما الأطراف المفروضة اللي تتكلم في الأمور دي الأطراف المحايدة مش إحنا لأن احنا مش هندافع لأن الأهلي مش طرف في القضية ده قرار من الاتحاد الإفريقي من لجنة الترخيص على كل الملاعب فيه منتخبات في تصفيات إفريقية هتلعب في المغرب الكنغو الدموقراطية هتلعب في الكاميرون المريخ لعب في ليبيا يا جماعة ركزوا في المشهد العام في القرى الإفريقية ما تدوش مساحة لناس مش فاهمة حاجة تطلع تتكلم وتشخصن الموضوع في الأهلي والنهاردة صحف السودانية قابل بقى قابل بقى تصرحات وعناوين جرانانة وبدخل الأهلي طرف في القضية ليه دخلوا الأهلي طرف في القضية؟ لأن الإعلام الرياضي في مصر ساهم في ده أنا اتكلمت كل أمانة وما عنديش مشكلة اللي عايز يزعل يزعل بس أنا بتكلم بمعلومات أنا بتكلم بمعلومات ما فيش حد للأسف طلع قال المعلومات اللي قلتها رغم أنها متوفرة وسهلة ووضحة على فكرة أنا ما جبتش التايها المعلومات واضحة بس ما حدش عايز يشتغل أسهل حاجة حط الأهلي طرف في قضية للأسف عشر تلاف مشجع في مطش الأهلي وسانداونز يوم السبت اللي جاي وبملكة سيمة حكم لمباراة الأهلي وسانداونز يوم السبت اللي جاي تقم تحكيم إسيوبي في مباراة السبت الجاي على ملعب السلام الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة نخرج لفصل وبعد الفصل نرجع نتكلم على الشأن المحلي ومباراة الأهلي في الفترة اللي جاي وعندنا مباراة مهمة جدا مع أسوان يوم الثلاث اللي جاي أهلا بحضراتكم من جديد طيب مباراة أسوان والأهلي المباراة تبقى صعبة جدا لأن فريق أسوان السنة دي هو الحصان الأسود للدوري عمل نتائج متميزة مع مدرب على أعلى مستوى الكابتن أيمار الرماضي من المدربين اللي بصراحة سطروا تاريخ كبير جدا في دور الخليج العربي وكمان حتى السنة دي في الدور المصري منذ أن تولى المسئولية عمل نتائج متميزة جدا وظهر بشكل كويس مع أسوان ومحقق بصراحة مفاجآت في الدور المصري فبالتالي من هنا بتأتي صعوبة المباراة كمان صعوبة المباراة الأهلي راجع من السودان فمحتاج الفريق أن يصالح جمهوره بعد نتيجة مباراة الهلال فعايز يكسب فمن هنا تأتي صعوبة المباراة لكن إن شاء الله نتمنى ونشوف مباراة ممتعة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري كمان الجماهير في أسوان يعني جماهير يعني مش عايز أقول لكم بصراحة بنشعر بالدفء دايما وإحنا في أسوان وبنشوف الجماهير الأسوانية وهي موجودة في الملعب بتبقى حاجة ممتعة وبنتمنى يا رب كمان الملعب يكون ممتلئ ويكون فيه جماهير عشان المشهد الحضاري في ملعب أسوان أو في الملعب في أسوان يبقى رائع جدا طيب نروح لي الجزء المتعلق بالتحضير للمباراة الأهلي وصل بالأمس إلى أسوان دخل في معسقر مغلق تبقى للترتيب اللي كان أعده كلر في الفترة الأخيرة والنهار ده فيه تدريب وبكرا إن شاء الله تدريب والمطش يوم الثلاث وحسنا فعل الجهاز الفني أنه هو سافر من السودالة أسوان عشان ما يبقاش فيه إرهاق نتيجة طبعا تزاحم المباراة في الفترة الحالية مش هتكلم في أمور فنية كتير لأن بالتأكيد الفريق محتاجي يقفل على نفسه شوية ويستعد المطش أسوان ومعندناش أخبار كتير بخصوص الفريق إلى أن فكرة أن خالد عبد الفتاح هيكون أبرز العائدين لتشكيلة الفريق بعد الاستبعاد من لقاء الهلال بسبب الكارت الأحمر اللي أخده في مباراة فلمينجو في كاس العالم للأندية وهنشوف بإمكانية يعني جاهزية محمد هاني من عدمه مش عارفين لسه هيبقى جاهز لا بس حتى لو مش جاهز موجود خالد عبد الفتاح كنا نعرفين أن هاني تم تستبداله في الديئة الأخيرة في مباراة الهلال بسبب الإصابة ونزل مكانه رامي ربيعة في الديئة التسعين طيب مباراة أسوان والأهلي وأنا أقولت لكم الحلقة اللي فاتت وبعد ما خلصنا مشوار كاس العالم للأندية هبدأ أركز من تاني على ملف الحكام وهبدأ أركز من تاني مع لجمة الحكام في ظل اتحاد الكورة اللي لغاية اللحظة دي ما خدش قرار ولا أعلن مين هو الخبير الأجنبي اللي هيقود ملف التحكيم للفترة اللي جاية أنا طرحته أقولت إحنا عايزين مترجم قبل الخبير الأجنبي لا جيل خبير ولا جيل مترجم طيب إيه اللي بيحصل في لجنة الحكام جات لمعلومة إن مباراة أسوان والأهلي هيدرها الكابتن محمود البنة حلو ممتاز كابتن محمود البنة من أفضل حكام الدور المصري وحتى لو بيغلط أخطاء فنها في المباراة الناس حتى بتبقى واسقة أن أخطاءه يعني ما بتبقاش إيه متعمدة أو ما عندوش حسابات ما علينا ما فيش مشكلة نتمنى له التوفيق طيب مين حكم تقنية الفي أر الكابتن محمد الصباحي ماشي طيب أنا عندي سؤال لجنة الحكام والموضوع بعيد عن البنة والصباحي ربنا يكرمهم في المباراة وأنا بقول لك جات لمعلومة وأنا واسق منها أن هم الاتنين هيكونوا موجودين في مباراة الأهلي وأسوان يوم الثلاث بس أنا عندي سؤال للجنة هو أنتو لما عملتوا القايمة الدولية لحكام تقنية الفيديو ليه شلتوا الكابتن محمد الصباحي تالما أنتو واسقين فيه قوي كده وحطينه في مباراة كبيرة زي مباراة أسوان والأهلي يعني أنت ثقتك في حكام الفار حطيت حسام عزب وحطيت عمر الشناوي وحطيت واقل فرحان عشان يكملوا مع التلاتة اللي كانوا موجودين قبل كده الأخ محمود عشور والكابتن محمود أبو الرجال والكابتن مجدي طيب شلت الكابتن محمد الصباحي إيه فجأة المعلومة لما جاءت للاقيت الصباحي حكم فار فيه مطش أسوان والأهلي حكم فار في المطش ده يعني أنت تصق فيه ثقة عمياء والصباحي السنة دي واخد مطشات فار كتير ومع ذلك شلتوا من القايمة الدولية بصوا على المعايير أنا بس بعرفكم الناس اللي في اللجنة بتشتغل إزاي ومعاييرها إيه أنت شلت الصباحي من القايمة الدولية للفار ومع ذلك بتحطه في أهم مبارا في الدوري مطش أسوان والأهلي تمام؟ يعني بصوا الموضوع عكس عكاس محدش فاهم هو المعيار هنا إيه والمعيار هنا إيه نتمنى التوفير للبنة والصباحي في مطش أسوان والأهلي طيب روح بقى إيه لحاجة تانية عشان أقولوكم المعايير فيها مشاكل بعد ما مشك لاتنبرج الفترة الأخيرة من التحكيم ومن لجنة الحكام عدد من الحكام اللي كانوا مستبعادين وكان الرجل شايف إن مستوام الفني لا يرتقي بالمسابقة ومحتاج يطلع وجوه جديدة ابتدوا يرجعوا من تاني ابتدوا يرجعوا من تاني عندنا مطش مثلا أمبي وطلاع الجيش دي مباراة بكرة في الدوري العام من اللي عيدرها؟ الكابتن محمود عشور كابتن محمود عشور بيعود بعد غياب طويل وبعد رحيل مارتك لاتنبرج ما يقدرش الكابتن توفيه السيد ولا أحمد أبو العيلة طبعا يعترضوا ويستبعدوا كابتن محمود عشور أكثر من كده فمرجعينه في الدوري وبيدلوا بكرة مطش إمبي وطلاع الجيش يوم الاتنين الساعة سبعة على ستاد بيترو سبورت بتعينينا يكون معنا على الشاشة مطش إمبي وطلاع الجيش الكابتن محمود عشور حكم ساحة طيب من حكم الفار؟ الكابتن حسام عزب حجاج طيب أنا عسأل الكابتن توفيه السيد هو مش الكابتن حسام عزب حجاج كان جاله شدة عضلة في مباراة في القسم التاني من حوالي أسبوعين وخرج ونزل الحكم الرابع أدار المباراة ما كانوا طيب هل ده مش فغار في الحكام لما يبقى حكم صغار في السن وتعرض لشدة عضلة مش الطبيع اللي انت بتعاقبه وتبعده شوية من المطشاط لانه مش مركز او مش بيستعد كويس او ازاي يجاله شدة عضلة وفي السن ده في مباراة في الدور الممتاز به لا موجود مع محمود عشور في مطش امبي وطلاء الجيش شوفوا معايير التعينات اللي بتكلم عليه عشان تعرفوا عدم موجود الخابير الأجنبي بيوصلنا لفين بيوصلنا لفين طيب تروحوا بقى لمطش الداخلية والاتحاد بكرة الساعة خمسة مطش الداخلية والاتحاد وتلقى عشور رجع وكمان من كابتن محمد الحنفي رجع طيب مين معاه حكم فار الكابتن محمد نهاد كابتن محمد نهاد اخطأ في تطبيق بروتوكول الفار في الاسبوع قبل الماضي في مباراة سيراميكا وامبي والكابتن محمد فاروق قال له انت والسيد مونير تم ايقافكم لان انتوا خلفتوا بروتوكول الفار وصفرتوا على لعبة وهي ممكن تبقى هدف او تسلل قبل ما الكرة تخش المرمة وبالتالي انت خلفتوا البرتوكول ومع ذلك اللعبة دي خضعت لبرتوكول الفار واتخد فيها قرار في الاجتماع الفني كابتن محمد فاروق القائم بعمال رئاسة اللجنة وقف كابتن سيد مونير وقف الكابتن محمد نهاد از فجأة النهاردة لقى الكابتن محمد نهاد جاي حاكم فار في مطش الدخلية والاتحاد ولسا السيد مونير موقوف تاب ليه تم اعادة الكابتن محمد نهاد لادارة المباراة من تاني حاكم فار رغم الخطأ اللي حصل في الاسبوع قبل الماضي كل ده انا بتكلم في المعهير ولو تاخدوا بالكم انا بتكلم مطش امبيو الجيش والدخلية والاتحاد ما جبت السريت الاهلي عشان تعرفوا بس ان احنا بنتكلم لمصلحة التحكيم مش لمصلحة شخصية التعينات وادارة اللجنة بدون خبير اجنبي والله هترجعنا للسنتين اللي فاتوا من تاني وهو بدأت تظهر عشور رجع الحنف رجع حسام عزب شد عضل وكان هيبوز مطش رجع النهاردة فار محمد نهاد اتوقف بعد الاسبوع يعني الاسبوع قبل الماضي عمل خطأ في بروتوكول الفار ورجع النهاردة مطش الداخلية والاتحاد وقلت كمان محمود البنة والصباحي والصباحي اللي شلته من القائمة الدولية بتديله اهم مباراة في الاسبوع مطش أسوان والأهلي فين الحكام الدوليين فين الحكام الدوليين من مباراة أسوان والأهلي البنة دولي ليه ما يكونش معها حكم فار دولي الصباحي حكم كويس انا مش بتكلم على الحكام خالص والله يا جماعة انا بتكلم على معايير لجنة الحكام معايير الكابتن توفيق السيد في التعينات انا يا كابتن توفيق الملف ده مش عسيب ولغاية لما يجي خابير اجنبي لان بصراحة انا فقدت الثقة تماما فيما يحدث داخل اللجنة منذ ان رحل مارك تلاتنبرج عايزين انت اعرفوا ليه فقدت الثقة اكتر كابتن احمد ابو العيلة المفروض راجل مسؤول اداري داخل اللجنة كابتن عصام عبد الفتاح بيستعين بيه في بطولة افريقيا للشباب هنا في مصر محاضر يعني الراجل في لجنة حكام مصر مسؤول اداري لكن مع كابتن عصام عبد الفتاح بيتزم محاضرات للحكام كابتن سيد مراد اللي كان معاه في اللجنة تسافر عنده مباراة في الكنفدرالية ما بين اتحاد العاصمة وفريق ايضا في بطل نيجيريا هيرائب مطشف الكنفدرالية فده كابتن سيد مراد والكابتن احمد ابو العيلة الاتنين اللي كانوا شغالين مع كابتن عصام عبد الفتاح ليه محدش من اللجنة بيروح حتى في المطشط دي ما تعرفش على فكر عندنا كابتن جمال غندور عندنا كابتن ياسر عبد الرعوف عندنا كابتن سامير عثمان عندنا حكام دوليين كتير سابقين المفروض يكونوا موجودين عندنا كابتن ناصر عباس المفروض الناس دي تروح مطشط افريقيا لكن مع ذلك ما بتلاقهمش بتلاقي مين المقربين من الكابتن عصام مين كابتن احمد ابو العيلة النهاردة متعايف في امم افريقيا للشباب الله اعلم بقى هو مركز مع اللجنة دلوقتي وبيساعد توفيه السيد والله هو شغل وحده الله اعلم مش عارف اللي بيحصل وشايفين السيد مرات بيروح يرقى بمطشط عرفتوا التحكيم في مصر بيداري ازاي وبطريقة ازاي ماشي بالطريقة دي بالمناسبة كمان عايز اقولها حاجة مهمة تانية انت بتتكلم في القسم التاني كان الكابتن ياسر محمود مسؤول عن تعينات حكام القسم التاني اسفج ادا تم استبعاده بقى الكابتن محمد فاروق هو المسؤول هو رئيس اللجنة يبقى مسؤول عن تعينات حكام الممتاز ولا الممتاز به طب هو الكابتن محمد فاروق السيد توفيه السيد في الممتاز بس ليه وهو رحد الممتاز به هو في حد في اللجنة هيترشح في انتخابات اتحاد القرى اللي جاية انا بس بسأل السؤال ده لمسؤولي لجنة الحكام في حد في الاتحاد او في اللجنة قصدي في حد في اللجنة بيفكر في الترشح لانتخابات اتحاد القرى الجاية أصل فكرة أن رئيس اللجنة يمسك تعينات الممتاز به ويسيب تعينات الممتاز لتوفيه السيد مش مفهومة جرى العرف يعني في تاريخ اللجنة الحكام على مدار كل السنين اللي فاتت أن رئيس اللجنة ألف بيبقى مصنعاً الممتاز وبيشرف على الممتاز به والدرجات الأبنى ولكن يسيب الممتاز لتوفيه السيد وفجأة هو يستبعد ياسر محمود ويمسك هو الممتاز به أنا بطرح سؤال هل اللجنة في حد فيه بيفكر في انتخابات فين الخبير الأجنبي يا جماعة فين الخبير الأجنبي أنا بصراحة كل أسبوع بيجي لحالة وكل أسبوع بيجي لمعلومات على ما يحدث في لجنة الحكام ومش قادر أفهم ليه بيحصل كل ده على فكرة الموضوع بسيط جداً الدولة الإنجليزية الحالة اللي حصلت في ماتش أرسنال وبرينت فورد خطأ حصل من حكم الفار كورة سواء تسلل أو هدف ما رسمش الخطوط وحصل خطأ في اللعبة اللجنة عملت ايه؟ الاتحاد الإنجليزي عمل ايه؟ ضنكم على الشاشة اهي؟ اللعبة دي خطأ كبير جداً وحصل فيها مشكلة كبيرة جداً ايه القرار اللي اتاخد؟ استبعاد الحكم الفارلة حتى نهاية الموسم استبعاد حتى نهاية الموسم على فكرة الاتحاد الإنجليزي أو لجنة الحكم في انجلترا يعني ما عملتش معجزة ان هي خدت قرار زي ده ده المنطقة والطبيعي وده لعبة تانية هي ده مطش أرسنال اهو لعبة عضحة جداً وده اللي حصل كمان مع الحكم الإنجليزي فيه آه ده مطش أرسنال وبرينت فورد ماشي وبالمناسبة كمان فيه تحيق المفروض بيحصل حالان مع منشستر سيتي وأرسنال فيما حدث مع الحكم الإنجليزي وانه كان كل شوية فيه يعني احتكاك بالحكم وكل شوية فيه لما كتير حولين الحكم واعتراض على قرارات كتير وهي الأخبار كلها قدامكم وهي رحيل ليه ما سن من لجنة الحكام الإنجليزية بالتراضي بعد خطأ في مباراة آرسنال وبرينت فورد بسيطة جداً لكن مع ذلك تلاقي محمد نهاد غلطة كبيرة النهاردة بتعين والسيد مولين ما بتعينش أنا سألت ليه محمد نهاد بتعين والسيد مولين ما تعينش قالوا له أصل محمد نهاد حكم منطقة القاهرة والكابتن توفيه السيد كان مسؤول عن منطقة القاهرة فيعني مننا في بعضينا نفس الأمر حساب عزب نفس الأمر الكابتن الصباحي ما نجحتوش في القائمة الدولية وما دخلتوش قائمة دولية النهاردة بتحط في مطش الأسرون الآن فين حكام الدوليين بتوع الفارد مش موجودين مش موجودين ومع ذلك جبت الصباحي أنا مش عارف يعني اتحاد الكهورة هيركز في الملف ده إمتى وهياخد باله إمتى من المسؤول عن الخبير الأجنبي اللي جاي هل خبير برتغالي ولا خبير أسباني يا جماعة هاتوا أي خبير أجنبي هاتوا أي خبير أجنبي بس اللي بيحصل دوى الله العظيم المسابقة هيبقى فيها مشاكل كتير والتعينات فيها مشاكل وأنا الحمد لله ما بطلعش أتجنى على حد أنا بقول بالأسماء وبالمعلومات وبالمباريات عمري ما قلت الحمد لله معلومة غلط وماتش أسوان بعد بكرة أنت بلغت الحكام بالماتشاط النهاردة وماتشاط بكرة وماتشاط بعده نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف تريند الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي طيب الأهلي الحمد لله وصل أسوان بالأمس وبالتأكيد بيستعد لهذه المباراة يوم السلساء اللي جاي إن شاء الله الساعة 3 إلى 4 نتمنى توفيه رب للأهلي في تخطي هذه المواجهة وعلى طول الفريق استقنف تدريباته ما فيش وقت للراحة زي ما قلت لكم ضغط ماتشاط كبير جدا على مدار الإسبوعين الثلاثة اللي جايين الأهلي وصل أسوان وانضمكم هي على الشاشة بعض اللقاطات من تدريب فريق النادي الأهلي شادي حسين ويبدو كده نتدريب على الملعب الرئيسي لأستاذ أسوان وده شيء جيد جدا في إطار التنصيق والتعاون ما بين إدارتي الأهلي وأسوان حسين الشحاعة محمد هاني علي معلول طاهر كمان محمد مجدي أفشا خالد عبد الفتاح ومروان عطية يعني طبعا يبدو طبعا على الصور إن اللاعبة حزينة من الخسارة وفقدان نقط سلاسة في مباراة السودان قضامنا كمان أحمد قندوسي قضامنا بيرستاو أحمد عبدالقادر طاهر عبد المنعم ألي وديانج ياسر محمود علي معلول أحمد قندوسي يمكن نزل للاعب صنع ألعاب في المباراة اللي فاتت لما ساتت كويسة لكن طبعا التوقيت اللي نزل فيه والمباراة الأولى إن شاء الله بإذن الله فترة جاة تكون أحسن يا أحمد وتاخد مساحة أطول لعب بروميسنج واعد جدا بالنسبة للأهلي في الفترة اللي جاي قهربة نتمنى يا رب أن يكون شوفيا من نزلة البرد يكون جايز لمطشة أسوان قهربة من اللعيبة الحماسية بشكل كبير نتمنى يا رب نشوفها بسرعة في المطشاط اللي جاية كمان طاهر عبد المنعم لعيبة طبعا حزينة ومستائة من الأحداث اللي حصلت في المباراة ومن خسارة النقاط السلاسة ولكن على المستوى الفن طبعا الأهلي لم يؤدي ولم يظهر بشكل جيد جدا خلال التسعين نادية طيب السوشيال ميديا أكيد كان لها كلام كتير جدا بخصوص مباراة الأهلي وأسوان والسوشيال ميديا أكيد كان كل تركيزها في الساعات الأخيرة القاء الضوء على مباراة السودان وكمان التحضير لمباراة أسوان نبدأ مع بعض كرة 11 وتقارير صحفية وحتى الآن هذه التقارير الصحفية غير مؤكدة لما تكون في حاجة مؤكدة هطلع أقول لحضراتكم في تحقيق أو في تقرير أو في شيء لكن غاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها كلام ده لسه تقارير غير مؤكدة الاتحاد الافريقي يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني بسبب مشدات محمد الشناوي مع طبيب الهلال بدعوة رشي بينج على وجه محمد عبد المناء معاقب نهاية المباراة بالمناسبة اللقطة اللي شفناها كلنا في شريط المباراة كان فيه احتكاج تم ما بين طبيب فريق الهلال مع لعاب النادي الأهلي للأسف للأسف الحكم الموريتاني ما خدش إجراء في التوقيت ده لان كان المفروض الحكم الموريتاني يكون أقصر جرأة في التعامل مع مثل هذه المواقف لكن طبعا الحكم بيفتقد الخبرة وأنا عارف لجنة الحكام في الكاف عندها مشكلة دلوقتي في الحكام الخبرة فيه 2-3 تم يعني 2-3 اعتزلوا فيه 2-3 تانيين راحين على مطشط تانية أكبر فما كانش فيه مساحة ممكن يكون فيه حكم كبير في هذه المباراة فبالتالي تم الدفع بالحكم الموريتاني وما كانش حاسم في بعض القرارات اللي في النهاية قدتنا الصورة اللي احنا شفناها سواء أثناء المباراة أو بعد نهاية المباراة طيب سبورت الـ 36 مصرية أحمد دا قندوسي في مواجهة الهلال السوداني لعب 27 دقيقة 86% نسبة التمريرات الصحيحة 2 مراوغات نجحة ما تقييمك لأداء لعب الوسط الجزائري في مباراة اليوم من 10 طبعا يعني هو لعب مميز بس لسه بدري جدا على مسألة التقييم وإن شاء الله يبقى الفترة الجاية أفضل وأفضل اللي ياخد مساحة أطول في المشاركة كورا بلاس بيكلموا على الأهل يستعيد خدمات مدافعه أمام أسوان في الدوري المصري الكلام هنا على خالد عبد الفتاح قلت بعد طارد في مباراة فيلمينجو طبعا ما لعبش مباراة الهلال السوداني وهو كان الإقاف مباراة واحدة هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة الهلال دا في حال إذا الجهاز الفني شايف إن محمد هاني محتاج راحة لو هاني محتاج راحة أكيد عالعب خارد لو هاني جاهز ومفيش مشاكل هتبقى رؤية فنية بقى الأمر ليش هيكون متعلق بإصابة في المباراة اللي جاية كورا بلاس بيقول الأهل يحدد سبعة مليون دولار للاستغناء عن ديانج لبشكتاش ومبادلة مع موليكا طبعا لسه بدر يا جماعة على انتقالات الصيف يحنا بتكلم في شهر 2 يعني بتكلم لسه حوالي 5-6 شهور على الانتقالات اللي جاية ففكرة الأرقام والمبادلة كلام سابق لأوانه ندي دعم وثقة لكل اللعيبة اللي موجودين في القائمة والجهاز الفني كمان يدعم اللعيبة اللي موجودة في القائمة أي لعيب ممكن يكون برى القائمة أو برى الصورة تعرفش إيه اللي هيحصل بكرة ولا بعده في المتشاط تكون محتاج له فلازم تدي دعم لكل اللعيبة لأن في أي لحظة ممكن تحتاج أي لعيب تفتح الملف ده إمتى بقى؟ شهر 7 اللي جاي من هنا لسبب التوقيت الحالي مش من مصلحتك أصلا لا تتكلب على مبادلة ولا بيع ولا شراء لازم تدعم كل اللعيبة في القائمة لدي اللعيبة اللي معاك حتى نهاية الموسي حساب يلا كورا عدوا مجلس دارة الاتحاد العربي في تصرحات للتلفزيون المصري حتى الآن لم نرسل دعوة للأهل أو أي نادي آخر للمشاركة في البطولة العربية للأندية كلام منطقي ولكن طبعا الصحف والمواقع والزملاء بيحاولوا يكتهدوا في مسألة من اللي هيشارك في البطولة العربية البعض طبعا قدر يوصل لعرض الأندية مين الأندية اللي الاتحاد العربية هيدعوها مين الأندية لها تشارك كأبطال للدوري تبقى لتصنيف ديسمبر ولكن كخطابات رسمية لسه لأن طبعا في الكواليس بتتم اتصالات ولكن أول ما يتم الانتهاء من الكواليس يبقى فيه مخاطبات رسمية طب نروح للترند العالمي والبداية معنا من نجمنا محمد صلاح حساب أنفلد ووتش على تويتر نشر تصرحات لأليسون بيكر حارس سامارما ليفربول واللي بيقول فيها أنا أعرف صلاح أعلم منذ أن امساكي للقرة أنه سوف يرقد بجنون أنا أعرف أعرف مدى سرعته الشيء الوحيد الذي أحتاج إلى القيام به هو التمرير جيد وصلاح يعرف كيف يسجل عارفين طبعا الفترة الأخيرة أليسون بيكر الحارس البرازيلي من اللعيبة أو من اللعيبة اللي ممكن الجهاز الفني يورجن كولوب يعتمد عليهم فيه نقل الهجمة من الدفاع للهجوم بيدي تمريرة طولية صلاح بسرعته بيروح انفراد ويجوان كتيرة جدا لليفربول جاد بالطريقة دي وأليسون بيكر صنع عمل أكتر من أسست لمحمد صلاح في مباراة كتيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى في دوري أبطال أوروبا فكان أليسون بيكر بيتكلم على هذه الجزائية وأعتقد هي تعليمات من يورجن كولوب تمريرة قوية من أليسون بيكر سرعات صلاح والانفراد بمرمى المنافسين كورا بلاس وتصريح للوكا مودريتش نجم ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في دوري الأبطال يوم 21 فبراير قال ليفربول يسعى للانتقام من ريال مدريد بعد اخسرته في نهاية دور الأبطال وكنت أتمنى أن تقابل في النهاية وليس مبكرة طبعا مودريتش في العنوان مكتوب ليفربول يريد الانتقام من الريال ولكن ننتظر ونتابع هذه المباراة ان شاء الله بعد أيام وليلة طيب المشاركات والسالة رحلنا في بداية الحلقة الرسالة التي توجهها للعيبة والجهاز مع استقناف مباريات الدوري أستاذة سيد خليل بيقول لا تنظر للخلف وعالج أخطائك تربح إلى الثقة تحصد الفوز أهلاوي وأفتخر رسالة مهمة جدا ارمي خلاص كل اللي فات وركز في اللي جاي مصطفى عبدو بيقول نركز في اللي جاي يا ريت كلام مهم جدا وكويس قوي أستاذ حسام خطاب بيقول المكسب مهم جدا في مباراة أسوان من أجل عودة اللثقة والروح من جديد آخر حاجة معايا استاذ خالد جابر بيقول الأهل فوق الجميع جماهيري النادي الأهل الحمد لله يمكن رسائلها كلها إيجابية وقدر إمكان بنحاول نشوف كل الرسائل بتقمعنا لكن طبعا وقت الحلقة ما بيسعيفش اللي احنا ناخد حلقة النهاردة من برنامج التريند عموما فريق النهاردة هيختتم تدريباته في أسوان في مبيت بقرأ التدريب الرئيسي وإن شاء الله المباراة يوم الثلاث بصفرة تحكمية للكابتن محمود البنة وحكم تقنية الفارج كابتن محمد الصباح نتمنى مباراة على المستوى التحكمي تكون جيدة ونتمنى الأهل يحصد السلاسن قاتل إنها تكون استعدادات جيد جدا ودفعة معنوية قبل مواجهة ساندونز السبت اللي جاي الساعة 9 على ملعب السلام وكل التوفية رب للنادي الأهلي في المشوار المحلي والإفريقي خلال الفترة اللي جاية وجمهور النادي الأهلي دايما الدعم والمسندة للفريق في الفترة اللي جاية لأن لسه المشوار طويل جدا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا